بسم الله الرحمن الرحيم عندما يكبر الطموح وترتقي التطلعات والتناسق والعبارات والكلمات وتعلم وتسمع من الكل أن هناك مهرجان وهناك نجاح وهناك رضاء وسعادة فاعلم حينها إنك في البشائر شكرا لسيدي ومولاي حضرت صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم على هذا الدعم الذي تقدمونه لهذه الرياضة العريقة وهذا المشهد المهيب لهذه الجموع الحاضرة من الجماهير والتمثيل الرسمي للحكومتنا الرشيدة لا وخير شاهد على هذا الكلام وهذا المهرجان في نسخته الثالثة الذي يأتي بمتابعة وإشراف كبير من سيدي صاحب السمو السيد سعد بن طارق السعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشهون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان أرحب بكل الحضور وكل الجماهير أرحب بكل من حضر في هذا المهرجان الجميل جونا جو رياضي كرنفال رياضي كبير شوط الخنجر حلم الجميع لسن الحجائج المسافة من الأربع كيلومترات الخنجر التي تنتظر الفائز في هذا اليوم الجميل أنطلق مباشرة مع اللي وصلت في صدارة هذا المسار وصلت هناك أيضا املاك جاسب سالب بن علي الغيلاني الدور دور المركز الثاني وصلت هناك في هذا التحدي نوف مبارك بن حمد بن علي لديلي المركز الثالث هناك الواعية لهجن البشاير هناك المضمر عبيد بن محمد الويبي يا عبيد يا عبيد لو تراقب قلوب الجماهير كم أيضا تراقب هذا الشعار التغيير الذي طرى وجرى في صدارة هذا التحدي وصلت هوائل أحمد بن محمود بن سعيد الويبي لكن القدومي والتحرك الجميل وصلت هناك في هذه اللحظات وصلت فتنة أحمود بن سعيد بن محمد الحارذي الخمسة المراكز الأولى خمسة أيضا أسماء على جميع المتواجدين والتقدم في هذه اللحظات الجميلة خنجر الحجائج حلم الجميع الانطلاق المثير ما شاء الله وتبارك الله إذن هناك من تتقدم شعار جاسم بن سالم الغيلاني يقدم أحد الأسماء الكبيرة والعملاقة أو هناك في هذا المسار الجميل والمتميز جاسم بن سالم الغيلاني يقدم هناك اسما رائعا ليقدم أملاكه في هذا التحدي المثير والجميل الدور دور المركز الثاني اللي وصلت على ثاني المراكز في هذا الانطلاق الجميل في هذا التحدي المثير ما شاء الله وتبارك الله وصلت هناك في هذه اللحظات وصلت نوف أمبارك بن حمد بن علي علي ديلي اللي قادم وغير مجريات الأمور الدور دور المركز الثالث وصلت هناك هوائل أحمد بن محمود بسعيدة لهيبي يقدم هوائل في هذه اللحظات لكن شوف اللي قادم على رابع المراكز التدخل الكبير والعملاقة في هذه اللحظات وصلت نجران أطويرش بن سعد بن مسلم ألي نيبي يقدم نجران خامس المراكز ليقدم شعاري ممثل السلطنة وصلت الشاهنية لهجن البشاير هناك أبيد بن محمد الهيبي من يقوم في عملية التضمير والمتابعة في هذه اللحظات لكن ياه يسمى ياه يسمى ما بعد الخمس ما بعد الخمس الله الله ما شاء الله وتبارك الله شاطي رمز هذا المهرجان رمز هذا التحدي تحدي هذا الجميع القلوب بدت أيضا بالارتجاف في هذا المسار رمز الحجائج خنجر الحجائج الخنجر الذي أيضا يقف شامخا مرحبا بهذا الحدث مرحبا بأحد الأبطال ما زالت هناك التي تقود مسيرة هذا المسار نوف يا نوف مبارك بن حمد بن علي علي ديلي وصلنا هناك إلى لحظات الختام ألف وكيلو كيلو متر كيلو متر كيلو متر هناك وما زالت تتقدم في هذه اللحظات وصلت نوف اسمها مكون من أربع حروف يلا يا لي جديلي يتقدم في هذا المسار يتقدم في هذا التحدي الجميلي والرائع ما شاء الله وتبارك الله هناك المركز الثاني اللي واصل على ثاني المراكز ليقدم أيضا لأحد الأسماء أحمود بسعيد الوهيبي يقدم يسعى ايضا اسم الكبير وعملاق في هذا المسار الجميل في هذا التحدي الرائع ما شاء الله وتبارك الله وصلت نقران اطويرش بنسعد هناك لينيبي والقادمة الشاهينية هجن البشاير اللي قادم الجانب الاخر حمد بنشتيط الوهيبي لكن الله الله المنصة بانت الاعلام بانت اللحظات النهائية بدت تبين في هذا المسار تبين في هذا التحدي الجميل والرائع ما شاء الله وتبارك الله خنجر الحجائج خنجر الحجائج ما شاء الله وتبارك الله نوف يا نوف مبارك بن حمد بن علي اليدالي يقدم نوف يقدم نوف القادم نجران القادم نجران او هناك حمد بنشتيط الوهيبي لكن نوف لكن نوف لكن نوف لاشوف اللي قادمة من الجانب الاخر هوائي الأحمد المحمود بسعيد الألوهيبي لكنه ما شاء الله الإجدالي يدخل التاريخ من وسعبوابه يدخل التاريخ من وسعبوابه حيوها 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 تستهل التحية تستهل التحية رمز الحجائج هذا الخنجر الغالي على قلوب الجميع تانينا ونموس على فوزنا وفي هذا التحدي الجميل ما شاء الله وتبارك الله المركز الثاني اللي وصلت في هذه اللحظات وصلت هناك هوائل احمد بن محمود بن سعيد اليديالي المركز الثالث هناك اللي وصلت على ثالث المراكز وصلت هناك بينونا عبدالله بن اشتيط بن سالم الوهيبي تهانينا والناموس للجميع الفائزين بالثلاث المراكز الاولى ونتمنى التوفيق ان شاء الله في بقية رموزي هذا المساء تهانينا والناموس للجميع مرحبا ثم مرحبا يا مرحبا بعض ضيوف اللي يردون النفا حضورنا الكريم مشاهدين خلف الشاشات تابعنا وإياكم انطلاق شوط الحجاي جبكار والذي رصدت له جائزة سيارة وخنجر حيث حلت في المركز الاول نوف لماركها مبارك بن حمد بن علي الجديلي قطعت المسافة في ست دقائق اربع ثواني واثنين وعشرين جزو من الثانية اذا نبارك لمالك نوف كانت في المركز الثاني هناك هويل لمالكها احمد بن محمود بن سعيد الوهيبي قطعت المسافة في ست دقائق خمس ثواني وثلاثون جزو من الثانية كانت في المركز الثالث كان من نصيب بينونة لمالكها عبدالله بن شطيط بن سالم الوهيبي قطعت المسافة في ست دقائق سبع ثواني واثنين وعشرين جزو من الثانية لديزين جنتلمان